في إطار زيارته إلى مملكة البحرين قام مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق بزيارته إلى مجمع السجون المفتوحة حيث كان في استقباله لدى وصوله الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وخلال الزيارة قدم سعدة شيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العمل لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إجازا حول جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة بالإضافة إلى إطلاق المزيد من برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين منوها إلى أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك المعظم وحرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الارتقاء بتطبيقه لافتا إلى اعتماد أفضل المعايير الدولية في تنفيذ البرنامج كما تضمن الإجاز أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقفية وتدريبية وخطط إصلاحية كفيلة بتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيا في المجتمع بعد ذلك إقام معالي وزير الداخلية المصري والوفد المرافق بجولة في مجمع السجون المفتوحة اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وذلك للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي وقد أشاد معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة بما اطلع عليه خلال تفقدها عددا من المواقع الشرطية مشيدا بالتطور الفني والتكنولوجي ومستوى الأداء الأمني المتميز الذي حققت وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الأمر الذي يسهم في مواصلة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الأمنية التي تموج بها الساحة الأقليمية والدولية من ناحية أخرى قدم سعادة الفريق طارق بن حسن حسن رئيس الأمن العام إجازة أمنيا خلال زيارة معالي وزير الداخلية المصري إلى نادي ضباط الأمن العام والتي رافقه خلالها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وتناول رئيس الأمن العام عددا من المشارع الأمنية والتي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والعمل على تطويرها بما يواكب المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية مشيدا بمسيرة التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية في وزارتين داخلية بالبلدين الشقيقين ونتائج اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة وما تمتلكه مصر الشقيقة من إمكانيات متطورة وما تقدمه من خدمات أمنية وبرامج تدريبية متميزة للمحافظة على الأمن واستعرض رئيس الأمن العام التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية المتسارعة والتي تلقي بظلالها على محيثنا العربي والإقليمي وتتطلب السعي المتواصل إلى دعم وتثبيت الاستقرار الأمني من خلال تبادل الخبرات والتجارب الاستراتيجية الناجحة في تعزيز العمل الأمني بين البلدين